السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم تبعيني الكرام ومتبعيني القناة من آخر وخلاص معكم محمد نوردين مواعيد مباريات الجولة السامنة من دوري أدنوك المحترفين أو الدوري الإماراتي أو دوري الخريج العربي الإمارات اللي هتبدأ بإذن الله تعالى من اليوم الخميس 28 عشر 2021 تستمر الجمعة غدا بإذن الله تعالى 29 عشر 2021 متبعيني الكرام اليوم بإذن الله تعالى النصر هيواجه اتحاد كلباء المباريات كلها بتوقيت الإمارات قناة ابو زاب الريادية الثانية معالك المباريات حزم عبد السلام ودبي الرياضية الأولى ومعالك المباريات أحمد الشحي العروبة هيلعب أمام الشاركة في نفس التوقيت والقناة لنا كلها المباريات قناة ابو زاب الريادية الأولى ومعالك المباريات أحمد الحسني وقناة الشاركة الريادية ومعالك المباريات عبد الحميد الجسمي ستة وربع مسام بتوقيت الإمارات الجزيرة هيلعب أمام بني ياس الساعة تمانية ونصف مسام بتوقيت الإمارات والقناة كلها للمباراة كناة ابو زبر ريادية الاولى ومعالك المباراة علي الكعبي ودباة ريادية الاولى ومعالك المباراة عبدالله السعدي متمعين الكرام يوم الجمعة 29 عشر 2021 الامارات تلعب امل واصل الساعة 6 وربع مسام بتوقيت الامارات في نفس التوقيت الزفرة يلعب امل واحدة 6 وربع مسام بتوقيت الامارات ايضا يعني مباراة من المباراتين على كناة ابو زبر ريادية التانية والمبارات التانية على كناة ابو زبر ريادية الاولى الى جانب قناة دبيا الريادية الاولى هتزيع مع ابو زاب الريادية الاولى وقناة الشارقة ايضا هتزيع مباراة من المباراة بعد كده شباب الاهلي هيلعب ام العين الساعة 8 ونص ميسان بتوقيت الامارات وفي نفس التوقيت خرفة كان هيلعب ام عجمان شباب الاهلي ام العين هتكون على ابو زاب الريادية الاولى وقناة الشارقة الريادية خرفة كان ام عجمان هتكون على ابو زاب الريادية الثانية باذن الله تعالى وممكن دبيا الريادية الثانية اشترك في القناة فعل زر الجرس وعملك الفيديو وتوقع مباراة شعاب الأهل أمام العين ومباراة الجزيرة أمام بنيس اشترك في القناة فعل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته